من القناة الوطنية الأولى نحييكم مشاهدين واهلا بكم إلى نشرة الثامنة للأنباء ونبدأها بالعنام انتهاء عمليات العد الآلي واليدوية الخاصة بالانتخابات المحلية بعدد من المعتمديات وصدور النتائج الأولية بها في انتظار إعلان النتائج الرسمية الأولية قبل انتهاء يوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري أرقام إيجابية على مستوى العائدات السياحية ببلوغها 6.7 مليار دينار ساهمت في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتقليس ديون تونس وارتفاع عائدات الصادرات التونسية بنسبة 7.6% والأرقام تشير إلى أهمية دور شبكة التمثليات التجارية في دعم نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية مرحبا بكم مجددا تقدمت عمليات الفرز والعد اليدوي والآلي لأصوات الناخبين في أغلب مراكز التجميع حيث أعلنت عدد من الهيئة الفرعية عن نتائج هذه الانتخابات في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية العامة قبل 27 من ديسمبر الجاري انتخابات شهدت مشاركة 11.66% من مجموعة الناخبين أيمن بالحش سلم والتفاصيل تتواصل عمليات الفرز والعد اليدوي والآلي لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمس الأحد في انتخابات أعضاء المجالس المحلية في مختلف مراكز التجميع والفرز البالغ عددها 27 مركزا في كامل تراب الجمهورية عملية أفضت إلى حد الآن إلى الانتهاء من فرز وعد أصوات الناخبين في أكثر من نصف مراكز التجميع يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عدد من الهيئات الفرعية للانتخابات وفق النتائج الأولية عن حسم بعض من المترشحين للمنافسة في عديد الدوائر من المعتمديات فيما بقي السباق الانتخابي مفتوحا في عدد من المعتمديات الأخرى في انتظار الحسم في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية المقررة في أواخر شهر جنفي أو بداية شهر فيفري من السنة القادمة وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66% أي أن العدد الجملي للمقترعين بلغ مليون وتسعة وخمسين ألفا وأربعة مقترعين من مجموع عدد المسجلين البلغ عددهم أكثر من تسعة ملايين وثمانين ألف مسجل نتائج أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنها محترمة مشيرا إلى أنها فاقت نسبة الإقبال في الدور الأول من الانتخابات التشريعية للسنة الفارطة انتخابات المجالس المحلية التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد أفضت أيضا إلى اختيار 279 عضو مجلس محلي من ذوي الإعاقة من بينهم 37 إمرأة ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابة وفق ما نصت عليه الرزنامة والقانون الانتخابي عن النتائج الرسمية الأولية لانتخابات المجالس المحلية قبل انتهاء يوم 27 من ديسمبر الجاري وسيتم حينئذ التعرف على عدد الدوائر التي سيتم فيها تنظيم دور ثاني ليتم لاحقا فسح المجال أمام تعون الدور الأول هذا وسهمت عديد الجمعيات الشبابية في مراقبة الانتخابات المحلية في عديد الدوائر الانتخابية وقد أجمعت على غياب الجرأم الانتخابية في أغلب الدوائر وأكدت أن الانتخابات مرت في ظروف سليمة أيمان الرابع ساهمت عديد الجمعيات الشبابية في مراقبة الانتخابات المحلية في عديد الدوائر الانتخابية وقد أجمع جميعهم على غياب الجرأم الانتخابية في أغلب الدوائر وأكدوا أن الانتخابات صارت في ظروف سليمة هذا وأكد الملاحظون أن نسبة الإقبال ضعيفة خاصة لدى الشباب وقالوا أن البنية التحتية لمراكز الاقتراع لم تكن مهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخصوصية التجوزة وإلى الخرقات التي سجلها المركز مدعنا هو أنه فما نسبة قليلة في مشاركة الانتخابين والانتخابات المحلية حتى كما قلنا أنها كانت متفيتة في بعض المناطق الريفية الضيقة معناها كانت النسبة عالية فيها شوية إلا أنه النسبة ككل تقعد محدودة معناها وتقعد قليلة كيف سجلنا خرق الصمت الانتخابي يوم الاقتراع في بعض المناطق إلا أنه فما مترشحين قاعدين يقوموا بحملة الانتخابية كأنه يوم عادي من أيام الحملة الانتخابية كيف رصدنا أنه فما 36% من مراكز الاقتراع غير نافذة للأشخاص ذوي الإعاقة الخرقات والتجاوزات التي يمكن معناها أنه يتجاوزها ولكن هذه الحقيقة صارت منذ أول انتخابات دائما معناها تتواصل للأسف ولكن ما لاحظناش حاجة من شأنها نتمس من سلامة العملية الانتخابية أو من شأنها المساس بالأمان القانوني لسندوق الاقتراع أو للعملية كاملة شفنا معناها ثم الضعف القبيل في الأول هذا معناها شفنا لاحظناهم بعد شفنا النتيجة تقريبا إلى حدود ستة أنه تواصل الضعف القبيل الناخبين ربما ثم ارتفاع طفيف في معناها المناطق والأوساط الريفية شفنا كذلك كفئة الكهول هي المشت صوتت أكثر من الشباب وصار الحقيقة ثم عزوف في مسألة الشباب هذا وأوسط الجماعية الشبابية بضرورة تشريك المجتمع المدني في التحسيس بالعملية الانتخابية وطالبت هيئة الانتخابات بالانفتاح على محيطها وتشريك المنظمات في المحطات الانتخابية القادمة نثمن مجهودات الهيئة في إطار التحسيس وتفقيف المواطنين بحقهم وواجمهم الانتخابي لكن اليوم ما لاحظنا أن نسبة الأقبال كانت ضعيفة نوعا ما لذلك ندعو الهيئة إلى مزيد الانفتاح على منظمات المجتمع المدني مزيد تشريك الجمعيات من خلال وضع خطة استراتيجية تشاركية واضحة نحن نوصيه أنه مراجعة القانون الانتخابي وأنه تكون فما مشاركة والجميع الأطياف السياسية والمجتمع المدني حتى يكون قانون الانتخابي يرقى أنه تشاركي تام هذا وطالب الحاضرون في الندوة بذرورة التسريح بوضع قانون يمين صلاحيات ومهام المجالس المحلية لأن أغلب المواطنين ما زلت وظائف المجالس ضبابية في فهمهم حسب تعبيل المنظمات الشبابية في شأن الاقتصادي بدأ القطاع السياحي سنة 22.2000 في التعافي حين استعاد تونس 68% من عدد السياح المسجلين عام 19.2000 وفي السنة الحالية حقق تونس أرقام استثنائية على مستوى المؤشرات السياحية لتشهد بذلك انتعاشا ساهم في دفع الاقتصاد الوطني روبرتاج في رسبنسات تقدم كل منطقة من الجمهورية سحرها الخاص تتنوع التضاريس والمعالم الطبيعية الجميلة في تونس التي تقدم منتوجا سياحيا مكنها من استقطاب 8.814.000 سائح منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية العاشر من ديسمبر الجاري بزيادة بنسبة 49.3% مقارنة بسنة 22.2000 لتتجاوز السياحة الدونسية أرقام سنة 19.2000 وهي السنة المرجعية للعقد الماضي بعد أن كان الهدف استعادة 80% من التدفقات السياحية المسجلة في 2019 سجلنا استرجاع الحصص المفقودة بالنسبة للعديد من الأسواق سواء الأسواق الكبرى التقليدية وكذلك عديد الأسواق الأخرى في الحقيقة النتيجة هذه ما جيتش من عدم هي وليدة مجهودات كبيرة قامت بها السلطة الأشراف ومثلة في وزارة السياحة وكذلك الدولة الوطنة توسي للسياحة سواء على مستوى الترويج كذلك الترويج للسياحة الداخلية التي أصبحت مكونها مهم جدا نحن مؤهلين نجم نوصل حتى 20 مليون سائح إذا كان نعرفه نوظف الخطط الاستراتيجية في السياحة التونسية والنوع المنتوج كما حققت تونس هذا العام أرقاما إيجابية على مستوى العائدات السياحية التي بلغت 6.7 مليار دينار إلى موافع 10 ديسمبر حجم العائدات السياحية بلغ 6.657 مليون دينار بارتفاع يقدر بـ 29% مقارنة بسنة 2022 وـ 5.3% مقارنة بسنة 2019 وهي نتيجة هامة وهامة للغاية تعكس أهمية هذا القطاع لازم نفهم الأرقام هذه حسب اللي صرحوا بها الوحدات السياحية ما أخذناش بعين الاعتبار لأسواق الناس كي تصرف الأسواق الناس كي تصرف الريستورونات نس كي تصرف التكسيات نس كي تصرف هذو ما السياح قاعدين يأكلوا ويجربوا ويستغلوا في المحيط متاحهم اللي يدير بالنزل هذلك الكل ما عناش عليها أرقام كيتاخذهم تنجم تزيد أنت يمكن 4 مليار دينار أخرين وحسب البنك الدولي فإن انتعاش القطاع السياحي سمح بتقليس الديون تونس وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية السياحة تمثل قرابة 14% من ناتش الداخل للخعب هي تخدم في 400 ألف موطن شغل معناها مباشر معناها يمكن الضعف متاعه غير مباشر دونك هو قطاع حيوي وأكيد جدا وخفف علينا العبء متع التدين التونسي اللي وصلوا فات 80% من ناتش الداخل للخعب الواردات السياحية هذه اللي جاتنا معناها هذهك عملة صعبة دخلناها وذلك خفت علينا باش نجمنا رغو القروضات متاعنا قاعدين خلصوا فيهم وغير ما زدنا تديننا مع الصندوق النقد الدولي وتشير توقعات وزارة السياحة إلى بلوغ 9 ملايين وستمائة ألف زائر بحلول نهاية السنة الحالية في صورة المحافظة على النسق ذاته سجلت الصادرات التونسية نحو البلدان المشمولة بشبكة التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 14.6% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 23 و2000 مقابل ارتفاع اجمالية الصادرات التونسية بنسبة 7.6% وفق ما أكده مركز النهوض بالصادرات خلال لقاء عالميا دوريا لطيفة حمدي 128.7 مليار دينار هي قيمة ما حققته المبادلات التجارية خلال الفتر الممتدة من بداية سنة 23 و2000 إلى غاية موفى شهر نوفمبر كما شهدت مؤشرات الصادرات في الوجهات والأسواق التي تغطيها شبكة الممثليات التجارية التابعة لمركز النهوض بالصادرات تطورا بـ 14.6% وفق ما أكده مدير المركز مراد بن حسين جملة التبادلات التجارية حققنا 128.7 مليار دينار منهم 56.1 مليار دينار نتائج تصدير فقط شبكة التمثيل التجاري في الخارج عندها مساهمة كبيرة خاصة بالنسبة للتابدل التجاري تقريبا 31.9% هو مجهود بالنسبة للدول المتوجدين فيها شبكة تمثليات بالخارج كذلك بالنسبة للتطور مقالنة بنفس الفترة من سنة 2022 تطور الصادرات كانت في حدود 7.6% وإذا كانوا نشاهدوا وين عنا تمثليات تجارية بالخارج تطور في حدود 14.6% تقريبا الضعف وقد خصص اللقاء التاسعي من سلسلة اللقاءات الشهرية التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات مع ممثلي الجهاز التصديري لتسليط الضوء على أهمية دور شبكة الممثليات وتقييم أدائها في التعريف بالفرص التصديرية إلى جانب التنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات في وضع استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق هي فرصة لتقييم أداء ممثلين مركز النهوض بالصادرات بالخارج نتائج اليوم شفناها نتائج كانت إيجابية اليوم قاعدين نخدمه على استراتيجية وطنية للصادرات ما نجموش اليوم نتوجه للأسواق من غير ما تكون عنا خارجة الطريق هذية اللي قاعدة تخدم عليه وزارة التجارة 2024 تمثليات مهمة جدا بالنسبة لنحن كشركات لأنه أول ما بيش ننجم ونخرج للسوق الخارجية مهم جدا أنك تفهم ثقافة البلاد هذه كوضحة الاقتصادي شنو الحاجات اللي النجم ونركز عليهم في البلدان هذه والحقيقة كانت تجربة جيدة معهم خاصة في عديد الدول يبقى ينقصنا خاصة في العالم السيوية والسوق الأمريكية هي سوق كبير وعدة سوق ذات قدرة شائرية عالية لكن تنقصنا فيها تمثليات مثلا نحن كشركة نصدر للسوق الأمريكي بشي وصلنا للتصدير هذا قمنا بالعملية بطريقة فردية لأنه ما كانش فيما وجود تمثيلية مثلا هناك ويذكر أن شابقة الممثلية التجارية لتونس بالخارج تسجل حضورها بخمسة عشر بلدا بكل من أوروبا والمغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء في تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أن سبعة عشر جنديا قتلوا في قطاع غزة يوميا الجمعة والأحد الماضيين بعد أن أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل جندياين في معارك بقطاع غزة يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال قصفه عدة مناطق في القطاع بشكل كثيف وخاصة مخيم المغازي ليلة الجوات بعد ثمانين يوما من الإبادة الجماعية والمجازر المتكررة ما زال جيش الاحتلال يكثف من غارته على مناطق عدة من قطاع غزة وزارة الصحة في القطاع أعلنت سقوط ما يقارب الثمانين شهيدا في غارة استهدفت مخيم المغازي ومنذ الأمس يتعرض المخيم لغارات كثيفة أصفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بجروح بعد أن طلب جيش الاحتلال من سكان المخيم أمس الأول الإخلاء إلى مناطق آمنة تتعرض بدورها للقصف كما تعرض محيط المستشفيين الأندويسي والأوروبي للقصف ما أصفر عن سقوط عدد من الشهداء وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 20.674 شهيدا و54.536 جريحا مؤكدة أن الاحتلال ارتكب أمس 25 مجزرة في القطاع وأن 250 فلسطينيا استشهدوا في غارة المحتل خلال 24 ساعتنا الماضية المقاومة الفلسطينية في المقابل أعلنت أنها قصفت تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع إعلان فصيل آخر للمقاومة قصفها جنود الاحتلال في محاور تقدم في خان يونس وبينما اعترف جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل جنديين في معارك الليلة الماضية ليرتفي عدد قتله إلى 489 جنديا وضابطا منذ بداية العدوان بينهم 162 قتلوا منذ بدء التوهل البري في قطاع غزة قال رئيس وزراء المحتل إن نهاية العدوان ليست وشيكة مضيفا أن القتال سيشتد خلال الأيام القادمة ومع توصل العدوان الغاشم على قطاع غزة تتوصل معه الأزمة الإنسانية بل تتأزم وتتعمق مع سقوط المزيد من شهداء والجرحة وخروج عديد المستشفيات عن الخدمة وعمليات التهجير القسري ويسام جويس يتأزم الوضع الإنساني أكثر فأكثر في قطاع غزة لينسج مأساة كبيرة تتعدد أوجهها وأكثرها إلاما ووجعا ألاف الشهداء الذين ذهبوا ضحية غطرسة المحتل ووحشيته فيما يزال عدد كبير من الشهداء والجرحة تحت الأنقاذ كما يؤكده مستشفى شهداء الأقصى بغزة فيما تتكدس الجثامين في عدد من المستشفيات وحتى من حلفه الحظ وبخي على قيد الحياة فهو يواجه خطر الموت كل يوم ويعاني من جوع وتهجير وتنكيل كما تشددت عائلات فلسطينية من قطاع غزة بين مناطق مختلفة في القطاع نتيجة العدوان إحنا هلقيت حياتنا مأساوية جدا طبعا فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد احتلال فرض علينا تهجير قصري تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا والآن نعيش بخيام من نايل في ظل هذا الوضع يقول الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن أعداد شهداء الكبيرة تفوق الإمكانيات المحدودة لفرق الإصعاف مشيرا إلى أن توقيمه تتلقى يوميا عشرات البلاغات حول وجود شهداء ومصابين خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة والتي تتعرض لقصف متواصل من قبل طائرات الاحتلال الصيونية ومدفعيتها ويتعذر الوصول إليها جراء خطورة الأوضاع الميدانية ويزيد الوضع تأزما خروج 23 مستشفى عن الخدمة وفق معطيات المكتب الإعلامي بغزة الذي يؤكد أن المساعدات الطبية التي تصل إلى القطاع لا تغطي سوى 2% من احتياجات القطاع الصحية فيما تؤكد الخارجي الفلسطينيان التصعيد الذي يرتكبه الكيان الصيوني وعرق رؤية آلية دولية لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وأن الاحتلال الصهيوني يستخف بالإجماع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين وفي جنوب لبنان شنت اليوم طائرات الحربية للاحتلال الصهيوني سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات حسب ما أفادت به مصادر إعلامية كما استهدفت طائرات الحربية والمسير ليلة الأحد إلى الاثنين عددا أخر من البلدات تزامنا مع اطلاق القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في بلدات النقورة وعلم الشعب والبستانة وأسفرت الغارات عن تضرر عدد كبير من المنازل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 28 طائرة مسيرة من مجموع 31 تم أطلاقها خلال هجوم روسي ليلي جديد يأتي هذا في وقت تتنافس فيه الخصمان على تكثيف إنتاج الأسلحة في محاولة لكليهما لتحقيق مكاسب على الميدان عفيف بو بكر يوم جديد من التصعيد وتبادل القصف تشهده فصول الحرب الروسية الأوكرانية حيث أعلن الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية دمرت ساروخين و28 طائرة مسيرة من طراز شاهد من مجموع 31 طائرة استهدفت معظمها الليلة الفارس المناطق الجنوبية والمنطقتين الشرقية وغربية لأوكرانيا في هجوم جديد من سلسلة هجمات الليلية تشنها بشكل متواصل القوات الروسية باستعمال مسيرات وسواريخ في المقابل تقصف القوات الأوكرانية بانتظام المناطق الحدودية الروسية أو مدد في أراضيها خاضعة للسيطرة الروسية وفي أودسا التي تضم ميناء كبيرا على البحر الأسود تسبب سقوط حطام مسيرا بإلحاق أضرارا في مباني الميناء وأحد أحياء المدينة ما أدى إنا نشوب حريقة ومع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ فيفر الماضي وفي وقت تكثف فيه كييف ومؤيدها من الدول الغربية انتج الأسلحة في محاولة لترجيح كفة الحرب في ساحات القتال جددت روسيا تأكيدها أنها زادت من الانتاج حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده بدأت في تحقيق مكاسب ورفعت من وطيرة الانتاج في وقت مبكر مقارنة بالدول الغربية الأمر الذي أكده الرئيس براديمير بوتين سابقا معلننا أن انتج المدفعية والطائرات المسيرة والدبابات أخذ في الزيادة ضمن أخبارنا رياضية أعلنت الجامعة تونسية لكرة القدم بأن المدرب جلل قادري سيعقد ندوة صحفية الخامسة المقبل انتلاقا من الساعة الحادية عشر ونصف صباحا بقاعة الندوات بمقر الإدارة الفنية الوطنية سيعلن خلالها عن قائمة لعبي المنتخب الوطني أكابر الذين سيشاركون في نهايات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكود ديفوار انتلاقا من الثلاث عشر من شهر جانبي المقبل وفي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يلقي الملعب تونسي النادي الإفريقي ويباري حتى رجل رياضي تونسي أسفق النادي السفقسي في أبرزه مباريات الجولة الثانية عشر التي ستقام غدا وبعد غد وفي بقية اللقاءات يواجه الأولمبي الباجي اتحاد بن جردان ويستضيف مستقبل سليمان قوى في القفصة ويستقبل نجم المتلوي لاتحاد المنسيري وينزل نادي البنزارت ضيفا على اتحاد تطوين في إطار معاينة وضعية المنشآت الرياضية والشبابية أدى وزير الشباب ورياضة كمال الدقيج ظهر اليوم زيارة إلى مركب الهادي نيفر بباردو حيث طلع كذلك على نشاط جمعية الملعب التونسي روبرتاج في راس بن سعد ملعب الهادي نيفر بباردو الذي تم بنائه في ثمانينات القرن الماضي وافتتاحه سنة 15 و2000 هو المعقل الرسمي للملعب التونسي أحد أعرق أندية البلاد ملعب يعاني نقائص عدة حسب الهيئة المديرة لفريق باردو أهمها المتعلقة بطاقة استيعاب الجماهير خلال المقابلات إلى جانب مطالب أخرى قدمها مسؤولو النادي لوزير الشباب والرياضة بمناسبة زيارته الميدانية لمركب الهادي نيفر النادي في 2024 أو 2023 ما زال ما عنده صبورة ناما ينارة في الملعب أحكينا مع سيد الوزير على كيف التقد الاستيعاب في الملعب اللي هي 1500 شوية نحبو نمشو الـ 5000 و10 داف كيف بالنسبة لإمكانيات الفار إن شاء الله نكونوا في البليوف وشكونوا في الفار لازم كيف كيف معنى هذي تواعون يخزونس لازم يسيروا نحبو يكونوا في المركب هذيه ثماثال ومني سبور كيف كيف يكونوا تيرانات تاعتينيس تيرانات تاعتينيس ومني فوت لدينا برشة نقايس الإنارة الملعب الفرعية برشة حاجات تجديد الملعب اللي هو من 2001 ما تجددش الأرضية متاعه وطابط على الأخر ووقعت برشة مشاكل حتى في الابليسور متاع الشبان وزير الشباب والرياضة أكد من جهته سعي سلطة الإشراف إلى العمل والتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة لتجاوز النقائص على مستوى البنية التحتية لمركب الهدي نيفر بباردو في الحقيقة عام 2018 نقائص كبيرة تم مسائل بالإمكان تجاوزها وكالعادة المستوى المالي والدعم المالي زاد مهم ومهم جدا هنا يعني الكاتب العام البلدية كان موجود ويعطيه السحق لأننا نعاونه في حدود المعقول وزارة شباب والرياضة هذه البلدية الولاية الناس الكل يضعوا اليد في اليد لأن المنشآت الرياضية التي هي متواجدة هنا تكون في أبها حولها لأننا شبابنا يستغلو مطالب عاجلة وأخرى على المستوى المتوسط والبعيد تنتظر عائلة الملعب التونسي أن تتحقق من أجل أن يحظى النادي بمركب يليق بعراقته وتاريخه هكذا نصل مشاهدين إلى ختم نشاتنا ونذكركم بعنوينها انتهاء عمليات العد الألي واليدوية الخاصة بالانتخابات المحلية بعدد من المعتمديات وصدور النتائج الأولية بها في انتظار إعلان النتائج الرسمية الأولية قبل انتهاء يوم 27 من ديسمبر الجاري أرقام نيجابية على مستوى العائدات السياحية ببلوغها 6.7 مليار دينار ساهمت في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتقليص ديون تونس وارتفاع عائدات الصادرات التونسية بنسبة 7.6% والأرقام تشير إلى أهمية دوري شبكة الممثليات التجارية في دعم نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية ويمكنكم متابعة نشارتنا على مواقع تواصل اجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة نشكر متابعتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه